حياكم الله جميع أبنائي وبناتي المقبلين على اختبار القدرات نكمل معا أهم الأسئلة الجديدة المحدثة من النموذج الحادي عشر وصلنا الآن إلى القسم الثاني من هذا النموذج السؤال الأول بيقول هنا قبل ميلاد محمد بثلاث سنوات كان عمر أبيه تسعتاشر عاما ما مجموع عمريهما بعد عشر سنوات من مولد محمد دائما أنا أحب في أسئلة العمر أستخدم طريقة اسمها طريقة الـ XO أو طريقة الجدول بعمل كده زي XO هكذا وهنا طبعا الأب أكتب هنا الأب وأكتب هنا محمد هكذا هذا الآن وهذا بعد مرور عشر سنوات زائد عشر بس هنا أخلي بالكم يا شباب تسعتاش مش عمر الأب الآن ده بيقول قبل ميلاد محمد بثلاث سنوات كان عمر الأب تسعتاش يعني عمر الأب الآن كام؟ أزود على التسعتاش ثلاثة يبقى عمر الأب بثنين وعشرين عند مولد محمد ومحمد عمره الآن صفر بعد عشر سنوات يبقى عمر الأب بثنين وثلاثين وعمره محمد عشرة واش طالب مني؟ طالب مني مجموع العمرين بعد عشر سنوات هذا بعد عشر سنوات يعني الأب بثنين وثلاثين ومحمد عشرة أجمعهم مع بعض هياطينة اثنين واربعين الجواب الصحيح وأختار دال سؤال آخر بيقول هنا رحلتان سياحيتان الأولى بها أربعة وستين شخصا والثانية ثمانية واربعين شخصا تم توزيعهم على غرف فندق بحيث تحتوي الغرف على العدد نفسه من الأشخاص ما أكبر عدد ممكن من الأشخاص في الغرفة الواحدة؟ طبعا هنا في رعاة الرحلة هذول أودهم أنهم يوفرون الرحلة الأولى فيها أربعة وستين شخص والثانية ثمانية واربعين شخص طبعا كده ممكن أجلس كل شخص في غرفة أو كل شخصين في غرفة بس هو طالب مني ما أكبر عدد من الأشخاص في الغرفة الواحدة يعني هذا اللي نحن بنسميه إيش؟ بنسميه القاسم المشترك الأكبر بين العددين أربعة وستين وثمانية واربعين طبعا العددين هذول يقبلوا على أعداد كثيرة لكن يقبلوا على أكبر عدد من الأعداد اللي هو كام؟ اللي هو الستاشة يعني الرجمين هذول أو العددين هذول يقبلوا القسمة على الستاشة ليش ستاش؟ لأن معروف طبعا أن الأربعة في ستاش هيعطينا أربعة وستين وثلاثة في ستاش هيعطينا ثمانية واربعين يبقى كده الجواب الصحيح أكبر عدد من الأشخاص في غرفة واحدة طبعا واضح أنها غرفة كبيرة يعني هيكون ستاشر شخص وأخطار جيم نوقع في الفيديو ثواني لحل هذا السؤال المهم والقوي والمتكرر في التجماعات القديمة وتجماعات هذا الأسبوع يقول هنا عجلة طول نصف قطرها خمسين سنتيمتر وتدور ست دورات ما المسافة التي قطعتها بالمتر طبعا لما يقول لي المسافة لهذه العجلة الدائرية معنى ذلك أنه طالب مني إيش؟ طالب مني المحيط ومحيط الدائرة عارفيني أنه محيط الدائرة اللي هو اثنين ضرب طاق ضرب نصف القطر طلاب الدبلومة والإي جي والإنترناشنال اللي هي المحيط اللي هو 2π ضرب الريديوس للدائرة اللي هي الـ R 2π R تعني اكتب مع بعض يلا كده نشوفه ومعطيني إيه بس خلي بالكم هذه المحيط لدائرة واحدة هو عايز هنا ضرب كام ست دورات يعني المفروض لما يجيب المسافة كاملة بعد ما خلص أضرب في ستة أو ممكن على طول هنا أضرب مرة واحدة في ستة عشان أجيب الجواب يبقى اثنين ضرب الطاق اللي هي ثلاثة فاصل اربعتاش ونصف قطر الدائرة خمسين وكل ده في ست دورات طبعا كده أنا أشتغل صح وكل أمور تمام بس خلي بالكم بعد ما خلص هحول لأن اللي هيطلع هيطلع بالسانتي وهو هي بالجواب بالمتر طيب تعني نضرب مع بعض يلا الاثنين ضرب خمسين أول شيء هذا يعطينا كام؟ هيعطينا مية مية ضرب ثلاثة فاصل اربعتاش ضرب ست طبعا واحد يقول بدل ما تضرب وترجع تاني تحول إلى متر طبعا تجسم على مية على طول أما قسم على مية يا شباب يبقى أنا حولت هذا الطول من السانتي إلى المتر وانتوا عارفين طبعا أن الواحد متر يساوي مئة سانتي متر قسمنا على مية على طول عشان أحول يبقى شيني المية مع المية يبقى مسألتي عبارة عن ثلاثة واربعتاش ضرب كام ضرب ستة واضح طبعا أن الجواب هو محفوظ على طول انتوا عارفينه اللي هو ثمنتاش صحيح واربعة وثمانين بالمية من غير ما تضرب اضرب كمان هوت ستة فاربعة باربعة وعشرين وفي اليد اثنين ستة فواحد بستة واثنين ثمانية ستة في ثلاثة في ثمنتاش والفاصلة بعد منزلين الجواب محفوظ وهذا سؤال من الأسئلة أول ما يجيك على طول العجلة هذه اللي ظهرت ست دورات اختار ثمنتاش فاصلة أربعة وثمانين با الجواب الصحيح سؤال سهل بيقول هنا إذا كان ناتج قسمة ستة ألاف وستة على ستة يطلع الجواب ألف وواحد طبعا هنا مش عايز يقسم وعلى طول عايز يستنتج من المعلومة هذه يعني لو قسم هذا العدد على ستة كم يطلع لو تلاحظوا يا شباب أن ستة ألاف كم في صفرين هنا شايفين الصفرين لما قسمناه على ستة طلع واحد واحد وحط الصفرين فلما يقسم هذه يطلع برضو نفس الشيء الجواب هيطلع واحد واحد ويعد الأصفار اللي هنا هذول كم صفر؟ هذول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ستة أصفار يعني الجواب هيطلع هنا واحد وهنا واحد وهنا ستة أصفار بين الرجمين يعني الجواب هيكون دال سؤال سهل على الكسور العشرية والنسبة المئوية بقول ما قيمة ثلاث أرباع بالمية طبعا عارفين الثلاث أرباع هذا الكسر المميز المشهور اللي هو خمسة وسبعين بالمية والعلامة هذه علامة اللي بالمية هذه أقدر أحولها وأخليها بالمية يعني على مية تمام طبعا عشان أشيل الفصلة هذه بأعمل إيه أضرب فوق في مية وتحت في مية عشان أوخر الفصلة يعني اطلع الجواب خمسة وسبعين على عشر آلاف يعني خمسة وسبعين وحط الفصلة بعد أربع منازل كده الجواب الصحيح وأختار باء مع هذا السؤال السهل بيقول هنا مزرعة بها ثلاث ألاف بقرة يرعاها ست رعاة ومقسمة عليهم بالتساوي كم يصبح عدد الأبقار التي يرعاها كل راعي منهم إذا سافر أحد الرعاة يعني كان عندي ثلاث ألاف بقرة وفيه ست رعاة بيرعوه ففيه واحد سافر فصاره كام صاره خمسة يبني أوزع الآن الثلاث ألاف على خمس رعاة كيف أجسم بالطريقة سهلة أخذ من اليسار أو الرجمين ثلاثين على الخمسة فيها الستة وأضع على الصفرين يعني الجواب هيطلع ستمية وأختار جيم مع هذا السؤال القوي بيقول هنا يريد محمد إحاطة منزله بصور طوله خمسة واربعين وثلاث أرباع فإذا كان عرض الحديقة عشرة ونصف فكم طولها طبعا الحديقة هنا اللي هي حج المنزل اللي بيحوط به اللي هو حج الصور يعني طيب ملخص السؤال أنا عندي الآن المساحة اللي هو يبي يحوط عليها هي عبارة عن مستطيل كلمة إحاطة يعني المحيط يبقى الخط كله هذا الأزرق اللي هو الطولين والعرضين اللي هو خمسة واربعين وثلاث أرباع إذا كان العرض اللي هو هذا الصغير عشرة ونصف فطالب مني الطول اللي هو الطويل هذا طبعا عارفين من صفات المستطيل أو هذا عشرة ونصف يبقى هذا عشرة ونصف تمام أجمحهم مع بعض عشرة وعشرة وعشرين يبقى هنا واحد وعشرين يبقى أوخر من المحيط كله اللي هو الطول كامل اللي هو خمسة واربعين وثلاث أرباع أوخر منها واحد وعشرين اللي هي العرض والعرض العرضين يعني يطلع الجواب هنا أربعة وعشرين وثلاث أرباع اللي أربعة وعشرين وثلاث أرباع تتوزع على إيش؟ على الطول هذا الطويل والطول هذا الطويل طبعا لو هي أربعة وعشرين بس يبقى هنا اثناش وهنا اثناش تمام يبقى إذن دا لا سبعتاشر كبيرة مرة وستاشر كبيرة يعني الجواب ألف وباء طبعا الثلاث أرباع ما تصلح نص ونص لكن لأنها لو كانت خمسة وعشرين يبقى هتكون هنا اثنشر ونصف واثنشر ونصف يعني كمان باء خطأ على طول الجواب هيكون ألف هنا اثناش وثلاث أثمان وهنا اثناش وثلاث أثمان طب واحد يقولي ليش كيف جيبنا الثلاث أثمان هذه؟ اقولك تعالى احنا وزعنا الارباع وعشرين اثناش واثناش ثلاث أرباع لو انا حبيت اجسمها على اثنين عشان اعطي لهذا وهذا اجسمها على اثنين يعني اضربها في واحد على اثنين يطلع الجواب ثلاثة على كام على ثمانية وكده تأكيد ان الجوابنا الصحيح هو ألف مع هذا السؤال السهل يقول هنا لصناعة كعكة الفاكهة نحتاج الى خمسمائة ملي من عصير البرتقال ومية وخمسين ملي من عصير الليمون يعني هذه كانها نسبة اذا حطينا خمسمائة ملي من العصير البرتقال اضع عليهم مية وخمسين ملي من عصير الليمون طب لو احنا استخدمنا الان ستمائة ملي من عصير البرتقال لازم تحصل فيه توازن المقادير زي ما يقولون يعني فهنا اذا كان عندي خمسمائة ملي من عصير البرتقال يبقى مية وخمسين ملي من عصير الليمون هو عايز ستمية من عصير البرتقال يعني الخمسمائة هادول يزود كمان مية طب كيف اجيب المية ايه رأيكم نجسم على الخمسة هنا لو جسمت على الخمسة يبقى هذا مية وجسم خمسلاش على الخمسة فيها الثلاثة وحط الصفر يعني المائة ملي الزيادة اللي هيضفهم بعناهم بثلاثين يعني هيزود على المية وخمسين هذه الثلاثين الزيادة يطلع الجواب مية وثمانين وأخطار جيم نقى في الفيديو ثواني لحل هذا السؤال القوي بيقول هنا مع ماجد اثنين وتسعين ورقة نقضية من فئة المائة ريال والميتين والخمسمية وكانت نسبتها كالتالي احداش الى تسعة الى ثلاثة طبعا يا شباب زي ما احنا كنا في النسبة اللي تيجي الاولى حج الاولى واللي تيجي الثانية حج الثانية واللي تيجي الثالثة حج الثالثة تمام؟ ترتيب مهم جدا في النسبة بيقول هنا كامل المبلغ الذي معه من فئة الخمسمية طبعا الخمسمية اللي يجي في الاخر هذه اللي هي نسبتها كام اللي هي نسبتها ثلاثة طبعا كيف ان انا اوزع اول شيء ان الى اثنين وتسعين ورقة هذول اجمع النسب اللي عندي أجسمهم على مجموع النسب مجموع الأجزاء أنا دايما أحب أشبه النسب هدي بموضوع الأسهم حق البنوك أجمع 11 و 9 هذول 20 و 3 هيعطينا 23 يبقى أنا أجسم 92 على 23 طبعا ما في وقت القسمة طبعا معروف أن 23 لو ضربتها في 4 3 في 4 ب 12 و في اليد 1 4 في 2 ب 8 1 9 يعني معناها الآن الجزء الواحد يطلع بـ 4 تمام؟ أو السهم الواحد يطلع بـ 4 يبقى كل نسبة من النسب هذي لو ضربتها في 4 يديك ليش؟ يديك العدد طبعا عشان ما أطول أخذ بس حق 500 اللي هي 3 يبقى نسبة 500 في 3 أضربها في 4 شن يدينا عدد الـ 500 3 في 4 يعطينا 12 يعطينا الآن 12 500 12 ضرب 500 حط الصفرين واضرب الخمسة في 12 بـ 60 يطلع الجواب معه من فئة الخمسمية هذول 12 ورقة وكل فلوس الخمسمية يطلع 6 ألاف ريال وأخطار دال وصلنا الآن إلى هذا السؤال بيقول هنا شخص معه 280 ريالا من فئة الخمس ريالات والعشرين ريال يعني هذه الفلوس بس من فئتين يا خمسات يا عشرينات وعدد الأوراق النقدية 20 ورقة يعني معاه من الأوراق 20 إيه 20 ورقة فكم ورقة من فئة العشرين ريال طبعا هنا مقدرش أبدا أختار 14 ليش؟ لأن الـ 14 لو ضربتها في 20 قيمة العشرين ريال يطلع الجواب 280 فهو هنا بيقول معاه 20 ورقة فأما يصلح يكون 14 ورقة لأنه أعطانا القيمة كلها إيه رأيكم نعمل زي جدول كده سريع كده مع التجريب يعني هنا الخمس ريالات وهنا العشرين ريال تعال نجرب يلا نقوله 12 لو أنا عندي الآن 12 ورقة من فئة العشرين حط الصفر واللي 2 في 12 بـ 24 طباقي كام؟ خلي بالكم هما كلهم 20 ورقة والفلوس 280 هذه الطريقة اسمها طريقة XO أو طريقة الجدول الخمسة ريال اللي هي هذي باجي لها كام؟ طبعا هنا 20 واخدنا منهم 12 بيباجي 8 8 في 5 يعطينا 40 طب هل الفلوس كده صحيحة؟ العدد 8 8 ورقات و 12 ورقة كده 20 صح والفلوس 240 و 40 يعطينا 280 كده كل شيء صح يبقى عدد 5 8 وعادل 20 12 وكده الجواب يكون جيم مع هذا السؤال القوي لسألني فيه كثير من الطلاب والطالبات وجاء في اختبارات الاسبوع الماضي قول إذا كان ألف ضرب باق يساوي واحد وباق ضرب جيم يساوي اثنين وألف ضرب جيم يساوي ثمانين طبعا كل الطلاب وصلوا إلى أن يجربوا بالعداد الصحيحة ما ضبط معهم أبد آه ليش؟ لأنه لازم يكون فيه كسر إيه رأيكم نبدأوا من هنا كده؟ هو بيقول ألف ضرب جيم يساوي ثمانية تمام؟ يعني ممكن أضع ألف طبعا عيوني على المعادلة برضو الثانية كمان اللي في الوصف تمام؟ إيه رأيكم نحط ألف باثنين والجيم بتساوي أربعة اثنين ضرب أربعة يساوي ثمانية طب تعني رجحتاني هنا الباق باق ضرب جيم باثنين كيف أن باق ضرب جيم يساوي اثنين وأنا وضع الآن الجيم بتساوي أربعة يبقى هنا أربعة ضرب إيش؟ ضرب نصف يساوي اثنين يعني أستنتج الآن أن الجيم هتكون إن شاء الله الجيم متوقع تكون بأربعة والباق هتكون بنصف طب والألف بكام؟ المعادلة الأولى عندي بيقول ألف ضرب باق بيساوي واحد في واحد يقول ألف بنص وباق بنص لا يا بطل نصف ضرب بنص ما يساوي واحد يساوي ربع طب إذا كانت الباق بنصف يبقى الألف تساوي كام؟ صحيح الألف تساوي اثنين لأن الاثنين ضرب بنص لو عملت عملية تبسيط يطلع الجواب واحد كده أنا جبت الآن الألف هتساوي اثنين والباق هتساوي نصف والجيم هتساوي أربعة كلام صحيح أضربهم في بعض هذول كلهم مع بعض يبقى هنا كده اثنين ضرب بنصف ضرب أربعة أشيل الاثنين هادي مع الاثنين هادي في عملية التبسيط في الضرب يطلع الجواب أربعة وأخطار باق مع هذا السؤال السهل يقول هنا إذا كان سين ضرب صاد زائد سين ضرب عين يساوي اثنين وثلاثين وصاد بتساوي عين تساوي أربعة طالب مني قيمة السين طبعا هنا أنا بحب دايما في حل هذا السؤال إن أنا أشتغل على موضوع العامل المشترك هو هنا سين وهنا سين خذوا سين عامل مشترك ويبقى هنا صاد زائد عين كل هذول بيساوي اثنين وثلاثين طب خلي بالكم بيقول إن الصاد جد العين بتساوي أربعة يعني هنا أربعة وهنا أربعة يعني إذن أربعة زائد أربعة ثمانية يعني المعادلة كده سويها ثمانية سين يساوي اثنين وثلاثين إيه اللي انضرب في ثمانية يساوي اثنين وثلاثين آه يساوي أربعة يعني قيمة السين تساوي أربعة وأخطار باء نلتقي بعد قليل مع القسم الثالث من النموذج الحدي عشر شكرا والسلام عليكم